السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيمة كثيرة ثم أما بعد بارك الله فيكم درسنا باللغتين العربية والألمانية ونتابع إن شاء الله في صفة صلاة النبي صلوات ربي وسلامه علي بارك الله فيكم سأكم الله خير درون ترشتفرات بشن دوش ونفعن بايتا مت بشخيبون دس جبيتس فون انسان بخوفيتن صلوات ربي وسلامه علي تكلمنا البارحة بارك الله فيكم زاكم الله خيرا تكلمنا عن استقبال القبلة وفقط مراجعة بسيطة بالنسبة لاستقبال القبلة بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فإذن أول الإنسان يستقبل القبلة يعني لما يريد أن يصلي لا شوي وطي الصوت تمام كثير عالي وطي وطي نعم جيد أك فالإنسان إذا أراد أن يصلي أولا يستقبل القبلة فإذا كان يعرف القبلة تماما يتجه باتجاه ما كان يعرف فيأخذ يصلي بأي اتجاه بارك الله فيكم زاكم الله خيرا فأينما تولوا فثم وجه الله بارك الله فيكم زاكم الله خيرا بقستان هم يعلم عن نديل القبلة ونسألنا ونسألنا هو السلام يقول في المساعدة الذي قبلت قال إذا أردت فإذا أردت فإذا أردت فإذا أردت وضوء أو أردت وضوء ونسألنا 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 الله أكبر كبر هده بارك الله فيكم بهم ما فعيتها إن شاء الله مت القيام وكان صلى الله عليه وسلم وهذا بارك الله فيكم من أركان الصلاة القيام من أركان الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع اي في الصلاة اعتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم قلنا بارك الله فيكم الحديث أنه في صلاة الخوف قال تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلم وصلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلم في مرض موته جالسا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا وصلىها كذلك مرة أخرى حين اشتكى وصلى الناس وراءوا قيامة فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إن كنتم آنفا لتفعلوا إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والرم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركعا فاركعوا وإذا رفعا فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا في رواية أجمعون إذن بارك الله فيكم الأصل في الصلاة القيام أن الإنسان يقوم في صلاته أما إذا كان لا يستطيع كان مريض فما يقوم بارك الله فيكم إنما يصلي قاعدا وإذا صلى الإمام قاعدا هل تصلي الجماعة خلفه أو يصلي المسلم خلفه قعودا جلوسا أو قائمين فمرة صلوا قائمين واختلف أهل العلم في هذا فمنهم من قال إذا كان الإمام يصلي جالس وهم يستطيعوا القيام يقوموا ومنهم من قال لا يتبعوا الإمام والحق أنهم يتبعون الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أي الإمام من أجل أن تتابعه وتأتم به فإذا ركع فاركعه شف إذا ركع فاركعه يعني إذا انتهى من الركوع تركع وإذا رفع من الركوع ترفع وإذا صلى جالسا فتصلي كذلك جالسا كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 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 اور الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم وصحبه فتصلي كذلك جيدا وصحبه وصحبه إذا كان أمم長 بخواهر أنه، إذا كان مرغباً كبيراً في مقاربات أو في مقاربات، كبيراً يمكن أن يتبع في مصرًا، في مصرًا، في مصرًا أو في المصرًا ببعض. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat im Sitzen gebetet als er krank war bevor er starb صلى الله عليه وسلم Auch بارك الله فيكم war der Prophet صلى الله عليه وسلم krank und dann hat er gebetet im Sitzen und die Leute hinter ihm waren im Stehen dann hat der Prophet صلى الله عليه وسلم ihnen Zeichen gegeben dass sie sitzen und nach dem Gebet sagt er صلى الله عليه وسلم gerade wollt ihr das tun was die Perser und die Römer tun während ihre Könige sitzen stehen sie deshalb macht ihr das nicht der Iman ist dafür da dass er gefolgt wird wenn er Rukuh macht dann macht er Rukuh wenn er sich verbeugt dann verbeugt euch und wenn er sich vom Rukuh wieder zurecht steht dann macht ihr das auch und wenn er im Sitzen betet dann betet ihr auch im Sitzen dann betet ihr auch im Sitzen dies ist dies ist umstrittet zwischen den Gelehrten manche Gelehrten sagen wenn der Iman im Sitzen betet und die Jamaa die Gemeinschaft kann im Stehen beten dann soll sie im Stehen beten andere Gelehrten sagen der Prophet صلى الله عليه وسلم hat das klar erwähnt und erklärt wenn der Iman im Sitzen betet dann beten alle im Sitzen wenn der Iman im Stehen betet dann beten alle im Stehen die sollen nicht was anderes tun als der Iman sondern sie folgen dem Iman und passt auf bitte wenn er Rukuh macht dann macht er Rukuh das heißt wenn der Iman fertig ist von Rukuh dann machst du Rukuh nicht bevor der Iman Rukuh gemacht hat das heißt sich verbeugt dass du dich verbeugst vor ihm das darf man nicht wie gerade zum Beispiel die ganze Zeit mit Amin Amin sagen die Leute vor mir und ich bin der Iman aber wenn die Leute vor mir sagen was gehen was gehen amin die Leute einer im scheelle sitzen in ab im bar rob bar das zieg auf Le ليش الصوت العالي لهذه الدرجة تسمعون؟ يعني ليش؟ بدك تحكي مع الآخر ليش الصوت العالي؟ الله المستعان يا أخوة رمضان مدرسة للأدب والتربية والتخلق بالأخلاق الحسنة وبرك الله فيكم مراقبة النفس فشو استفدنا؟ ما الذي يمر عليه رمضان ويمر عليه رمضان ولا مراقبة للنفس ولا تربية ولا تغيير إلى الأفضل نصلى الله عليه السلام نواتفاس نيبن باي بارك الله فيكم زاكم لغن كومي شفايزة كيبتس آي نجا فشوف أنهم يتحدث لهم يمتحون ولكن نجا فيكي ستشفING على على ذلك العفضة يت pubه وتманعي من يمكن أن يقولون منهم ما تكاربه؟ سبحان الله من يحب أن يحبوا معي الزباد فستم يحبوا بعض منهم من تحابات وم يحبوا معي من يحبوا معي نحن 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 أن أشياء ذلك كذلك رمضان يمتسط من المنطبع لكن نحن نجعل أنه رمضان يحيان أو نحن لغطى أمونا امونا يحيانا رمضان هي مهات دانه انه للمسط للمسطر صوري للمسطر wireless كل جديدة لسه الكم يوم بس يخلص رمضان هذا العدد هذا اللي شايفينه كله ما تشوف ربع لا تلت لا عشر لا يمكن بارك الله فيكم ربع الخمس من العشر من العشر نصى الله العافية والسلام وهذا الواقع على كله صلاة المريض جالسا فالمريض بارك الله فيكم له أن يصلي جالسا عن عمران بن حسين رضو الله عليه قال كانت بي بواسير فسألته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب وقال أيضا سألته عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد والمراد بهذا المريض وقال أنس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرأه يصلي على وسادة فأخذها فرما بها فأخذ عودا ليصلي عليه خشب فأخذه فرما به وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك ترى هي الصلاة على الكرسي فيها نظرة ولكن الآن إذا بدك تقول للناس هذا الكلام الله المستعان هذا الحديث واضح برك الله فيكم في هذه المسألة رأى رجل يصلي على وسادة فقال له لا فصلى على خشب أن توضع مثل الجذع وتجلس عليه فقال لا صلي على الأرض أما الإنسان إذا ما استطيع يصلي على الأرض فهذا هو مضطر وليس مخير ولكن سبحان الله في كثير من الأمور بعض المسلمين يعني تجد في بعض المسائل مثل الصاروخ مثل السهم لما تيجي للصلاة يقول لك أي ظهري أنا أصلي على الكرسي وغريبة أنه مثلا في يوم الجمعة أنت بتشوفك شباب صغار سوى بما تلاقي يعني لو نطنط على الجدران لنطنط وتعرقش على الجدران ولكن لما يجي للصلاة أصلي على الكرسي فألا حول ولا قتل لبلا لعني العظيم أصلي على الجدران 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 يقول بيبي المسيقين لا ، فأنا مستعد اين لم يستعد فأنا مستعد لا، لا يستعد لا يستعد لو فأنا مستعد فأنا مستعد فأنا مستعد فأنا مستعد فأنا مستعد وخام المران صلى الله عليه وسلم اخبتو يجب أampaنا ربما إلى المسيقين قال, اقام بها لفئة جيدة من المستقشفات بالأسودية قضanta من المستقشفات وقد بها من المستقشفات بالأسودية والذخرى من المستقشفات وان يتضيق ثم الأسودية فضى الاسلام السلام كانوا في المستقشفات وقاله، كان يقوله بقية من شراء من ايام المسيحة من الهربية من ايام المستهن بديم وقاله تعالى، صلى الله عليه وسلم، كان يوضعون فيه وقاله، كان يدعى وقاله وقاله، كان يطلق على الكيس وقاله، أنه اختفتها وقاله، انه قتل وقاله فلدي داخل حمتت من الجزء يخزها فحلسان بيه المساعدة فالكونه صلى الله عليه وسلمه وهو قدمه فهوهم يخبره لأنه فضل على الناس فتف على الناس لأنه فلليه فلليه كله يمكنك فلليه يمكنك أن تخذك حصبنا ومع تم ديه اجزال أتفاً تنسل التحقيق تحديم إن كنت أفضل المتكلمة سؤالي الله أفضل أيضا من المسلمين إنه نسل الناس أو ينسل الناس سينا نسل الناس طييب هي اشتبن فيها بإذنه تعالى مقال الله سبحانه وتعالى فن مياه أن فنوه أن يمن سبحانك الله وحمدك أشهد الله إلا إلا أنت أسفرك ودولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته